وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلكم إذن سنة أخرى سنة أخرى من سنن الله في هذا الكون من سنن الله في الصراع بين الحق والباطل أيضا وتلك الأيام نداولها بين الناس وعندما نتحدث عن التداول فهذا يعني انتقال أمر أو شيء من يد إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى وتحول حال من حال إلى حال أخر وهكذا دواليك يداول الله الأمور والأشياء والنفوذ والسلطان والقوة والمنعة والعزة وكل شيء بين الخلق نقرأ مثلا قوله تعالى ما أفأ الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وكأنه يقول سبحانه وتعالى ثمت تشريعات في المال هذه التشريعات في المال حتى لا يكون تداول المال محصورا فقط بين الأغنياء ومن هذه التشريعات ما جاءتكم في هذه الآية الكريمة مما يتعلق بالفيء الذي خص الله به الفقراء وابن السبيل واليتامى وغير ذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولك أن تتصور المفاسد الخطيرة لو أن المال لا يتداوله إلا الأغنياء فقط إذن سنة ماضية من سنن الله أن العزة وأن السلطانة وأن الجاهة وأن النفوذ وأن المال وأن الغنى وأن الفقر كل ذلك يتداوله الخلق وعندما نقف بين يدي هذه الآية الكريمة وما سبقها وفي السياق الذي جاءت به وفي سبب النزول وما لحق من ذلك من آيات في سورة آل عمران وتلك الأيام نداولها بين الناس فإنك تقف على حكم عظيمة لماذا جعل الله سنة من سنن هذا الكون هذه السنة سنة التداول وحتى تنتبه أو ننتبه جميعا إلى خطورة هذه السنة وما يترتب عليها من حكم عظيمة ومصداقية هذه السنة وثبوت هذه السنة وكي نصدي تماما إلى حقيقة هذه السنة وآثارها سنة كونية سنة التداول في الكون ماذا سبق ذلك فرلا عما سبق ذلك من آيات تأمر بالمسارعة إلى المغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض لأن هذه الدنيا لا تبقى لأحد لكن الفائز فيها المؤمنون فقط لكن قبل ذلك مباشرة كان قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن إذن نحن الآن بين يدي سنن يحدثنا عنها رب العالمين فلنصغ لذلك سمعا لأن لذلك أثره في فهم الحياة وفي التعامل مع الحياة والثبات مع الحق والانتصار للحق والرضى عن الله سبحانه والتسليم لله جل جلاله وتحديد الهوية والهدف والولاء إلى غير ذلك من الآثار العظيمة عندما يفقه الإنسان سنن هذه الحياة وسنن الصراع قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس إذن نحن أمام بيان عظيم وخطير هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين من فقه هذه السنة ومن فقه هذا البيان فله الهداية وهو صاحب القلب التقي في هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين في خضم هذه الصراع قد يكون القوة والغلب لغير المؤمنين قد تكون الغلب المادية لغير المؤمنين لا ينبغي أن نقع في الوهن لا يجوز أن نقع في الضعف لا يجوز أن يتسلل ذلك إلى نفسياتنا فيسبب ذلك انهيارا في نفوسنا لماذا؟ هي مرحلة من المراحل لا أكثر ولا أقل ومرحلة عابرة لأن هناك سنة سيحدثنا عنها القرآن إنها سنة التداول فإذا كانت مرحلة عابرة من المراحل فلماذا يكون الوهن ولماذا يكون الضعف ولماذا يكون الانهيار ولكن هناك شرط لا بد أن تتحقق به أنك مؤمن بالله أنك وافق بالله أنك متوكل على الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتوني الحكمة الأولى من حكم تداول الكون بين الخلق قوة أو ضعفا غنا أو فقرا سلطانا أو نفوذا إلى غير ذلك ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إذن ومن سنة التداول ومن آثار سنة التداول أن يصاب المؤمنون بجراح خطيرة وآلام شديدة نتيجة هذا الصراع الذي لا بد أن يكون بين الحق والباطل فما هو الموقف؟ الموقف أن نزداد إيمانا ونزداد ثباتا ونزداد توكلا على الله سبحانه وكيف لا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس ثم ماذا؟ ثم ماذا من حكم عظيمة يا ربنا؟ في ضوء هذه السنة سنة التداول وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا من آثار هذه السنة سنة التداول أن يعلم الخلق جميعا أنه لا يمكن أن تسير الأمور على ما يرام دائما ولا يمكن أن تستقر الأمور لجهة بشرية أو أي خلق من الخلق مهما كانوا ومهما استعلوا ولكن فعندما يأتي هذا الصراع ويشتد هذا الصراع هنا يظهر الله لنا علمه في من كان مؤمنا الله يعليم يظهر لنا علمه من آثار هذه السنة سنة التداول أنه إذا لم تكن الدولة لك أيها المؤمن لم تكن القوة لك أيها المؤمن وزالت عنك الدولة وزالت عنك القوة أيها المؤمن منقفك ما هو أتنحاز وراء الأقوياء من أهل الدنيا أتنهار أمام القوة المادية أم تزداد ثباتا ويقينا وتعلقا بالله سبحانه وليعلم الله الذين آمن ثم ماذا من آثار هذه السنة العظيمة سنة التداول ويتخذ منكم شهداء سيكون صراع سيكون من آثار هذا الصراع جراح آلام استفاء منقف عظيمة وفضيل عظيمة أن يصطفي الله شهداء فإذا لولا هذا الصراع ولولا هذا الذي يترتب على هذا الصراع من تضحيات ودماء وآلام كيف يكون شهداء وكيف يصطفي الله شهداء وهم أعظم الخلق عند الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء والصديقين إذن من حكم وسنن التداول ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين نعم قد تأولوا الأمور إلى ظالم قد يسيطر الظالمون رحظة ما قد تكون القوة لهم من آثار سنة هذه التداول بين الخلق ولكن اعلموا أن الله يمقت أولئك وهذا يترتب عليه شيء خطير وهو سرعة زوالهم كما سنبين بعد ذلك وليمحص الله الذين آمنوا إذن ومن آثار سنة التداول هذه التمحيص فتصور لو كان المؤمن أخذ بيانا من الله أو وعدا من الله أن الأمر لك أن القوة لك أن النصر لك ما دم أعلنت أنك مؤمن فالأمور مستتبة لك دائما متى سيظهر إيمان المؤمن كيف سيمحص هذا الخلق كيف سيظهر علم الله لنا في هذا الخلق إذن من سننه أو من آثار سنة التداول هذا التمحيص الخطير للناس وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أيضا من سنن التداول في نتيجة نهائية وقطعية لا بد أن تكون وهي محق الكافرين ولكن هذا كله أمامه منهج متكامل رسمته هذه الآيات الكريمة وذلك عندما يبين لنا أن ثمة صراع وثمة آلام وثمة تضحيات وثمة شهداء وثمة تمحيص فيثبت المؤمنون فإذا ما ثبت المؤمن وقدموا هذه التضحيات وقدموا هذه الجراح وقدموا هذه الآلام يكافئه الله سبحانه وتعالى ويمحق الكافرين ليأتي بيان آخر من آثار السنن أو من آثار التطبيق أو أن يكون من سنن الله في الكون سنة التداول أن يتبين لنا مصير الفريقين ثم من هو مجاهد من هو مصابر من هو مدعن من هو متخاذل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين كل هذه الحكم هي سنن في ذاتها من جهة وهي من جهة أخرى بيان من الله سبحانه وتعالى وقد قدم سبحانه هذا بيان للناس أننا جعلنا في هذا الكون سنة التداول أن هذا الكون قائم على التداول فالدولة تارة لهذه الجهة وتارة للجهة الأخرى تارة لأهل الإيمان وتارة لأهل الكفر تارة لأهل الحق وتارة لأهل الظلم لكن كل ذلك له قوانينه أيضا لا بد أن نعيه وإن هذا التداول له سنن وحكم عظيمة تترتب على ذلك هذا بعض بيانها وإذا نحن أيضا تأملنا أكثر فأكثر في الآيات لماذا يجعل الله سبحانه وتعالى سنة التداول في الخلق حتى لو كان بين الخلق الأنبياء هل أطهر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل أعظم منزلة من الأنبياء حتى وفي لحظة وجود الأنبياء كانت سنة التداول تعمل متى نزلت هذه الآيات إثر ماذا نزلت هذه الآيات نزلت إثر أحد ماذا كان في أحد ماذا كان في أحد كان في بدر قبل ذلك نصر عظيم وكان في أحد شهداء وتضحيات وآلام وجراح ونصة أن نقول لم ينتصر المؤمنون في هذه المعركة فنزلت هذه الآيات لتبين برغم وجودك يا محمد صلى الله عليه وسلم وتلك الأيام نداولها بين الناس لأنه رأى ذلك حكم ولأنه أيضا النصر له أسبابه وله حكمه فإذا تخلفت أسبابه وحكمه وقوانينه فالله لا يحاب أحد فتعمل سنة أخرى وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى ولو كان بينكم محمد صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك أمر عظيم أننا يجب أن نوقن قلبيا كما نعتقد عقليا أن هذا الكون لله أن الملك ملك الله أن السلطان سلطان الله أن العزة لله أن الأمر أمر الله لله الأمر لله الخلق والأمر لله السلطان لله الحكم لله الملك فإذا كان السلطان سلطانه وإذا كان الحكم حكمه وإذا كان الأمر أمره وإذا كان العز عزه سبحانه وتعالى يضعه حيث يشاء يصرفه حيث يشاء ليس لك دخل في ذلك ليس لك إلا أن تقول آمنا يا رب سلمنا يا رب صدقنا يا رب هنا يتجلى حقيقة الإيمان بالله والتوكل على الله والتسليم لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأيضا عندما تعمل هذه السنة الكونية سنة التداول فلا يركن أحد إلى قوة ولا يركن أحد إلى نفوذ ولا يركن أحد إلى إدعاء إيمان أو نحو ذلك بل ويعلم أن القضية قائمة على أخذ بالأسباب ويعلم أن القضية قائمة على الاجتهاد فهي تحفيز للمؤمنين أن يعملوا تحفيز للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب القوة تحفيز وتحريك وأمر للمؤمنين أن يأخذوا بأسباب النصر لأن هناك سنة ستعمل فإذا ما تخلفت أسباب النصر لحظة وتلك الأيام نداولها بين الناس فعصى هذا الفريق من المجاهدين يوم واحد فريق صغير عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كانت؟ كانت الدولة على المؤمنين وكانت الدولة للكافرين وتلك الأيام نداولها بين الناس إذن حكم عظيمة وراء ذلك كله وهنا لا بد نحن نتأمل في هذه الآيات الكريمة وغيرها أننا نستطيع أن نقول يجب أن تلتفت الأمم وتلتفت الدول ما هو أسباب حفظها؟ ما هو أسباب استمرارها؟ كيف نجحل أمد التداول يطول؟ التداول حاصل ولا بد لكن ممكن أن تأخذ القضية مئات السنين وممكن أن تأخذ القضية عشرات السنين وممكن أن تأخذ لحظات أيضا كيف نجعل هذه القضية؟ أمد التداول لصالحنا يطول ثلاثة أركان بيّنتها آيات عظيمة في كتاب الله نذكر نتائجها بإيجاز الإيمان والعبودية لله الحق والعتل القوة والإعداد فطالما احتحققت الأمم بهذه الأركان الثلاثة طال أمر وجودها طالما تخلف شيء منها بدأت بالإنهيار وبدأت تحمل فيها سنن التداول ولكن من بين هذه الثلاثة أخطرها الظلم أن تقع الأمم في الظلم أن لا تعطي الأمة الحق لأصحابه أن تنتهك كرامة الإنسان وحقوق الإنسان هذا أخطر شيء والآيات واضحة في ذلك فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة لم يقل وهي كافرة الكفر سيكون سببا من الهلاك لكن يعطيه الله أمدا أطول هذه سنة الله يعني ممكن تكون دولة كافرة ولكن حققت حقا وعدلا وحققت قوة وإعدادا فيعطيها الله أمدا أطول وأطول وأطول فمهل الكافرين تحظون الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ولكن عندما يكون الظلم إذن اعلم أنه قد آذن وأزفت ساعة هلاك هذه الأمة التي وقعت في الظلم أو رضيت بالظلم أو لم تنتصر للمظلوم ولم تنتصر الحق فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطرة وقصر مجيد وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين حتى هؤلاء أصحاب المزرعة أصحاب الجنة لما ظلموا محقوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إذن أخطر ما يمكن أن تقع به الأمم هذه القضية قضية الظلم في الحقيقة لكن البعض يستعجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه وأن يوما عند ربك كألف ويستعجلنك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وأن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون سنة التداول تعمل لكن كم ستأخذ أمة من الأمم حظها ونصيبها من هذا الزمن في هذا الوجود حتى تدول الأمور عليها وتدول الأمور لغيرها إذا نحن نظرنا في آيات الله في سير الأنبياء وسير الأمم قد يأخذ تكامل الحدث من أوله لآخر ألف سنة أشهر وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون لذلك إذ يحدثنا القرآن عن نوح عليه الصلاة والسلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هذه فقط مرحلة الدعوة حتى تكامل الحدث إذا نظرنا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن كان ليس عندنا روايات قاطعة في ذلك من لحظة أنه فتى وحطم الأصنام سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إلى لحظة أن أصبح شيخا كهلا كبيرا فرزق البنين قال أبشرتموني على أمسيني الكبر فبما تبوشرون تكامل هذا الحدث وما في سياق ذلك من بناء البيت إلى غير ذلك ربما أخذ قرنا كاملا وإذا نظرنا إلى يوزه عليه الصلاة والسلام ما بين رق وما بين سجن وما بين حكم وما بين أن أتاه إخوته بين يديه خاضعين ربما تجاوز الأمر ثلاثين سنة أقصر مدة في تاريخ الكون تكامل الحدث فيها وهي لمحمد صلى الله عليه وسلم أحظم الخلق صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخذ تكامل الحدث في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وعشرين سنة فإذا وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون تخير الآن أنك وقفت مع ظالم وقفت مع مجرم لا سمح الله تنازلت عن حق تنازلت عن مبدأ فيما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي فإذا أنت قد نهضت الأمة من جديد وإذا أنت كنت مع الظالم ما أسوأ هذا الموقف وإذا أنت كنت مع الإجرام لا سمح الله ما هذا الموقف وإذا أنت قد تنازلت عن مبادئك ما أصحب هذا الموقف ولكن عندما يشتد الخطب والكرب وتبقى مع الحق ومع المبدأ ومع الإيمان مهما كلف الأمر ومهما كلفت التضحيات فإنما المؤمنون أخلقوا لهذه التضحيات ولهذه الدماء ولهذه الشهداء لا يقصدونها لذاتها ولكن إعلاء لكلمة الله وإعزازا لدين الله وإعزازا لأمة الإسلام ويتحملون في ذلك ما يتحملون فيغير الله الحال وحتى لو لم ترى النصر بعينيك فأنت سعيد في الدنيا وناجا عند الله في الآخرة وما أعظم هذا الفوز أقول قولي هذا وأستغفر الله اليوم